النهاردة الزمالك استقر خلاص على بدء المفاوضات مع السنائي الشاب يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر عشان يجددوا قوضهم هيستنوا لما يرجعوا من ليبيا بعد مباراة المريخ السوداني ويبدأوا يتفاوضوا مع اللاعبين عشان يجددوا قوضهم اللي تمتهي بنهاية الموسم الحالي كمان من نادي الزمالك يوسف والدو فريرا الموديل الفني للفريق رفض تماما فكرة ضم السنائي محمود حمد الوينش وإحمد فتوح لقائمة الفريق اللي هتسافر ليبيا لمواجهة المريخ اللي اتنين لسه راجعين من الإصابة صحيح شاركو فيه المران الجماعي النهاردة لأول مرة سواء الوينش بعد غياب طويل وفتوح بعد غياب قليل بس فريرا مرضيش يخاطر بيهم في مباراة المريخ وقال يبقوا موجودين مع الفريق بعد مباراة المريخ اتنين لعيبة مهمين جدا وركائز الساية في تشكيلة نادي الزمالك شكبالة كمان طلب من إدارة نادي الزمالك وضع المستحقات المالية في حسابات اللعبين بعد الفوز على سموحة عشان اللعيبة تركز أكتر الفترة اللي جاية وقال لإدارة النادي أنه في بعض اللعيبة بتعاني ماليا خلال هذه الفترة بسمعت كمان إدارة النادي الزمالك قررت صرف مستحقات اللعبين أمس والأمور هتتحل خلال الساعات القليلة القادمة لو ما كانتش تتحلت فعلا خلال الساعات الماضية ترجمة نانسي قنقر